اهتمام السيدات والسادة النواب المانين بما يقعوا في بلادنا خصوصاً بهذا الموضوع الحيوي وفي الواقع إذا كنا طرحنا هذا الأمر في إطار الصراحة والعمل وقول الحقيقة للمغاربة لأن الوضع صحيح أنه وضع صعب جداً لحنا تنمر منه وأنا أعطيكم بعض المؤشرات لكي نفهموا لكي نتكلموا أولاً بالنسبة للتساقطات المطارية فكان واحد تراجع مهويل غير في هذه الشهور الماضية المعدل الذي هبطه هو 21 مليمتر في الوقت الذي كانت هبطه 154 مليمتر هذا الذي جال أنه الواردات المائية لدخلات السدود ما بين شوتنبر وفاتح شمبر إلى اليوم فهي لا تتجاوز 500 مليون متر مكعب عواضة مليار و 500 مليون متر مكعب السنة الماضية وإلى سمحتي والضروري نتكلموا على بعض المناطق بالذات التي كانت أكثر معروفة بالمطار نعطيكم مثلاً لوكوس الواردات المائية كانت 282 مليون متر مكعب في المتوسط هذه السنة نزلت فقط 23 مليون متر مكعب بالنسبة للسبو كانت 758 مليون متر مكعب في المتوسط هذه السنة فهت الشهر الأولى فقط 90 مليون متر مكعب أكثر من ذلك بالنسبة للسد الوحدة التي كانت تدخل فيه فهت الشهر الأولى 400 مليون متر مكعب هذه السنة دخلت 11 مليون متر مكعب فقط زيادة على أبير قراق التي كانت تدخل 147 مليون متر مكعب دخلت فقط 14 مليون متر مكعب وهذا أنتم عارفون بأن حتى الحرارة تفعت لدينا زيادة الحرارة درجة 37 وأنتم عارفون بأن اليوم تبخر ديال المياه يومياً تمشي منه 1.500.000 متر مكعب في اليوم بالنسبة للسدود وهذا بالطبع أدى إلى تراجع نسبة للسدود من 31% السنة الماضية في هذا التوقيت إلى اليوم عندنا فقط 23.4% وبالنسبة للسد المثيرة فهو لا يتجاوز لا يتوصل حتى الـ 1% السد عنده إمكانية يجوز 700 مليون متر مكعب اليوم فيه فقط 30 مليون متر مكعب هذا اللي تجال أنه الإشكال الحقيقي وهو أنه كان بعض المناطق اللي وصل أنه كان واحد إشكالية ديال الأجال لأنه توقف عند زويل المأساة الشرب إلى بقينة في هذا المستوى وبالتالي عندنا النظام للسد المسيرة لتكلمت عليه وبالتالي كالهديد من المناطق بحل جنوب الداربيداء ستات برشيد اليوسفية اللي فيها إشكالية عندنا نظام للسوس مسا اللي هو كذلك تعرف واحد تراجع كبير عندنا نظام للطنجة الأصيرة بالنسبة للمدينة الطنجة والأحوال للطنجة عندنا نظام للحسيمة وعندنا كذلك مدن الشرق الشمالية اللي في الواقع باقي عندنا إمكانيات اللي يمكن إن شاء الله نسلوه آخر السنة ولكن حسب تطورات ديال الماء اللي غيكون في المستقبل وبالتالي اليوم إذا نريد أن نضمن الماء سالشور بنسبة للساكنة من ضروري أن تأخذوا تدابير وقائية أساسية منذ اليوم من خلال التفعيل الليجان المحلية لتترؤسوا على السادة الولاد والسادة العمال من أجل تقنين بعض الاستعمالات مساركة للماء وكذلك القيام ببعض القطعات إذا كان ضروري ذلك ولكن القرار سيكون محلي حسب التطورات وحسب الأماكن اللي نحن تتكلموا فيها ولكن نذكره كذلك بأن هذا الأمر غيدا لأنه باش ممكننا نضمنه كذلك واحد العقل لنا في الطلب وبالتالي تغيير السلوكيات ديالنا وهذا ما تمنعش بأننا راح نأخذين العديد من التدابير الأخرى كي نتفعيل أنتم عارفين بأن العديد من السدود اللي نحن تم تفعيل لها والعمل بها سدية السيدة السدية الفاسك السدية التودغا السدية الأقدز اللي تفتحوا سنة 2022 كذلك السدية الغيس والسدية المدز اللي سيكون جاهز هذه السنة سنة 2024 إن شاء الله في أول سنة عندنا كذلك الربط المائي الربط المائي باش نكون معكم مواضح لولا الربط المائي كان سيكون عندنا إشكال دابة في دجنبير كنا نقطع الماء للربط وعلى الضرب بالعديد من الأقل لماذا؟ لأنه دخلنا بفضل هذا الربط المائي الذي بدأ ببتداء من غشت دخلنا 110 مليون متر مكعب عمليا في سد سيد محمد عبد الله لدينا فقط اليوم 180 مليون متر مكعب بفضل هذا 110 مليون المكعب وبالتالي سيكون لدينا أقل من 70 مليون متر مكعب أقل من مليون متر مكعب لدينا إشكالية لأنه لا يبقى لأنها نصول الغيس وبالتالي سيكون إشكالية حقيقية فأتخذنا تدابير استباقية طرد توجهة الملكية والتي أعطيت لأكل وهذا الذي يجعل أن هذه المدن وهذه المناطق في أيام ما تضراش بالقتل الكافي وعندنا برامج تحليات المياه التي تتم تسري فيها في هذا الإطار وعند فرصة لأنني ندقلكم هذه الأمور كلها وشكرا